عربة المملكة في عدة مناسبات أن الاتفاق النووي الحالي غير قادر على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي وتوجد به أوجه قصور منها عدم تضمينها للصواريخ البلستية عدم وجود تدخلات إيران في المنطقة دعم الإرهاب فهذه كلها ليست موجودة من ضمن الاتفاق النووي فلذلك لا بد من الاتفاق نووي أشمل وأكمل أما بالنسبة لتحديدات إيران وابتزازها النووي الجديد للمجتمع الدولي والمجلس المحافظين على وجه الخصوص فهذا أمر مرفوض تماما والآن مصداقية اتفاق الضمانات على المحك ولا بد أن تكون هناك وقفة جدية من مجلس المحافظين وهذا شيء خطير لأن من الممكن في حال توصلت إيران لامتلاك سلاح نووي فقد يؤثر مستقبلا على المنطقة بسباق تسليح يؤثر على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع